بمشاركة دولية وحضور إقليمي متميز استضافت الدوحة فعاليات المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ويعتبر هذا المؤتمر منصة حوارية مهمة للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي يأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظرف عصيب يشهده العالم وفي ظل الحاجة الماسة إلى دعم حقوق الضحايا عن طريق إرساء تشريعات وآليات تكفل ردع الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب أكثر من 250 ممثلا للأجهزة الحكومية من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام الدولي فضلا عن خبراء الأمم المتحدة المختصين بحثت الجاسات قضايا المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وفق المبادل الأساسية والتوجيهية للقانون الدولي بالإضافة إلى حماية وتحزيز حقوق الإنسان بمكافحة الإفلات من العقاب عبر محاور الحق في المعرفة والحق في العدالة وكذلك الحق في التعويض وتوفير الضمانات لعدم التكرار الهدف من هذا المؤتمر هو نقاش قانوني ووجود خبراء على مستوى مرموق وعالي جدا من مختلف منظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية ونأمل من خلال هذا المؤتمر نخرج بتوصيات إلى الأمم المتحدة إلى المجتمع المدني والحكومات أيضا التي تعزيز دور المؤسسات الرقابية والقضائية في تعزيز منظومة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقابة خرج بتوصيات هامة تحقق قفزة في مجال تطوير وفعالية تلك الآليات خاصة في ظل تجارب الميدانية التي تتمتع بها المنظمات المشاركة في المؤتمر وتأثيرها في تحريك الرأي العام الدولي حيث يخرج المؤتمر بتوصيات لتفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية وكفالة حقوق الضحايا قام المشاركون بالحديث عن المبادئ قانون الدولي والمبادئ الأساسية والتوجهية لحق الانتصاف والجبر لضحايا العنف المؤتمر الذي اختتم أعماله في الدوحة عقد في ظرف عصيب يشهده العالم باتت فيه المصالح السياسية والاقتصادية الديقة حجر عثرة أمام سيادة القانون وصون الحقوق والحريات ومخرجا للإفلات من العقاب ضع أيضا إلى إنشاء مرصد دولي للوقاية والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب يقوم بالدراسات وتقديم المشور والرأي ودعم الدول في تطوير التشريعات والآليات على أن تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي أعضاء أساسيين في هذه الآلية الدولية نشكركم مرة أخرى ونعلن عن انتهاء هذا المؤتمر وبداية لجادة لتحقيق نتائج وتوصيات هذا المؤتمر شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم